مواجهة سياسية نحو في الأفق بين ميليشيات الحجد الشعبي العراقية وأعضاء الكونغرس الأمريكية الحجد يهاجم الولايات المتحدة بعد تحركات لإدراج بعض فصائل الميليشيات في قائمة الإرهاب لكن المسألة لا يبدو أنها ستتوقف عند هذا الحد فالمواجهة الأمريكية المعلنة ضد إيران قد تجد لها ساحة في العراق رغم كل جهود تذليل الخلافات وتعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن نرحب بضيفينا من بغداد الخبير الاستراتيجي جاسم حنون كما ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن الباحث السياسي هيثم الهيتي كما يمكنكم مشاهدين المشاركة في هذا الحوار عبر إسالي أسئلتكم واستفساراتكم عبر صفحاتنا على تويتر وفيسبوك وأبدأ معك أستاذ جاسم هذا التحرك الأمريكي ليس بجديد ولكن عقوبات جديدة إدراج هذه الفصائل ضمن الجماعات الإرهابية ستوازي ميليشيات الحجد الشعبي بحزب الله اللبناني بميليشيات الحوثي في اليمن هذا ما يفرض مزيد من العقوبات باتجاه تهران ولكن سيعقد أكثر الساحة العراقية الداخلية شكرا جزيلا تحية لك وإلى ضيفك الكريم ولا مشاهديكم الكرام طبعا ليس بالجديد أن ينشب هذا الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في كل فترة نجد أن هناك صراعا ينطلق من هذا المكان وهو موضوعات الفصائل المسلحة التي ترتبط بإيران عقائديا والتي مولت بفترة ما من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية طبعا في عام 2009 عندما رفعت الغزانة الأمريكية طلبا إلى تجريم أو إلى وضع كتاب حزب الله في العراق على لا أحد الإرهاب لم تتغير المعادلة كثيرا بقية هذه الكتائب تعمل في داخل العراق وكذلك واجهت تنظيم داعش كرأس رمح بفترة طويلة قرابة الأربع سنوات وأيضا التنظيمات الإرهابية الأخرى وبعد ذلك في نهاية عام 2015 أيضا هناك طلب كان من وزارة الخارجية الأمريكية على وضع كتاب حزب الله في العراق على لاحة الإرهاب وبعدها بستة أجهر قامت المحكمة الاتحادية الأمريكية بتجريمهم متهمة قتل خمسين جنديا أمريكيين بعد أن اتهمت الحرس الثوري الإيراني واعتبرت أن كتاب حزب الله في العراق هي واحدة من أذرع العسكرية إلى الحرس الثوري في داخل العراق لكن اليوم عندما نشهد تطورا كبيرا بأن توضع ثلاثة فصائل ويكون هذا الطلب من قبل الكونغرس الأمريكي أنا أعتقد أن الأمر قد أخذ مساحة أوسع من التي كانت هي باعتبار عملية تشخيص وكذلك إيصال الرسائل الصامتة إلى بعض الفصائل المسلحة في العراق عندما وضعوا النجباء وكذلك الكتاب وأيضا بدر هي طور المناقشة في هذا الموضوع الذي رفعه الكونغرس الأمريكي الخلافات المنطقة هي واضحة جدا ما بين السيطرة والنفوذ ما بين الجانب الإيراني وكذلك الأمريكي لكن بالحقيقة الجانب الإيراني عندما يدفع باتجاهات أخرى أوسع من الجغرافية الإيرانية ويشمل المنطقة تكون الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر قلقا لأنها تعتبر العراق وكل المنطقية منطقة نفوذ اقتصادية وكذلك سياسية وعسكرية وهذا قد لا تسمح به وهناك أيضا إعلان من قبل الكثير من الفصائل بأنها على استعداد لمواجهة الجانب الأمريكي في حال بقاء ما بعد انتهاء العمليات أو الاستشارة التي طلبتها الحكومة العراقية في داخل العراق بعد الانتهاء من عملية داعش بشكل كامل واليوم شهدنا تحرير راوى في يوم أمس وانتهت موضوع داعش هناك قضية أي أن البوادر هي قد تتصل ببعضها البعض وتكون المنطلقات والمقاربات هي أشبه بفترة زمنية قد تكون بخلاف إيراني أمريكي قد يأخذ ببعض القضايا العراقية هي استراتيجية الأمريكية الجديدة اليوم هي التي فرضت هذه العقوبات النجباء هالقوات تتلقى التدريب من حزب الله من الحرس الثوري الإيراني من أيضا فايلة القدس بشكل مباشر أيضا الميزانية والتسليح كانت توفره إيران منذ أكثر من عشر سنوات هذا التوقيت تحديدا هل لتورط النجباء إن كان في الحرب السورية مخاصرة حلب قتل المدنيين فرض هذا الحصار فضلا عن ما حصل أيضا في العراق هل تسمعوني يا سيد هيسام ان قضع الصواق ممكن تعيد سؤال طيب توقيت اليوم هذا الحضر الأمريكي على من تصفهم الإدارة الأمريكية بأنهم عملاء إيران هل جاء بعد هذا السجل الحافل تورط قوات النجباء في الملف السوري هذا الحصار الذي فرض على حلب القديمة واستهداف هذه الأحياء وقتل مئات لبال ألاف المدنيين أولا يعني لإجازة هذا القانون داخل الكونغرس يحتاج هذا القانون إلى تبريرات منطقية أمريكيا محليا وليس فقط ما حصله باتجاه حلب أو باتجاه القضايا الأخرى وبالتالي تم اختيار النجباء وبعض الفصائل التي هناك وثائق أمريكية تؤكد بأن هذه الفصائل قد قامت بعمليات معينة ضد الأمريكيين تحديدا وبالتالي قتلت أمريكيين أو أصابت أمريكيين هذا يعني ينافي أو يقاطع لقانون أمريكي داخلي يقول هذا القانون لا يمكن تسليح لا يجزل الولايات الأمريكية المتحدة أن تسلح أي قوات ممكن أن تخرج منها أسلحة تتجه لقوات أو فصائل قامت بقتل أمريكيين وبالتالي تم اعتبار هذه المنظمات إرهابية لأنها تتقاطع مع هذا القانون لأنها قمت بعمليات ضد الأمريكيين ولأن هناك سلاح أمريكي يذهب إلى العراق وهذا السلاح جزء منه يتسرب إلى هذه الميليشيات لحجة قتال داعش يعني حتى داعش استفادت من السلاح الأمريكي عندما انسحبت جيش العراقي من الموصل وبالتالي هناك مشكلة أمريكية هناك قانون أمريكي يمنع ذهاب السلاح لقوات إرهابية هذه هي كقضية داخلية من الجانب السياسي هناك توجه أمريكي جديد في المنطقة يختلف عن التوجه يعني إدارة ترامب لديها بوصلة جديدة لديها هدفة جديدة اتجاه يسير بطريق مختلف كليا عن الاتجاه الذي كان يسير به السيد أوباما وفي إدارة وبالتالي هذا الاتجاه هو اتجاه يعني أو يهتم بالنفوذ الإيراني في المنطقة تحديدا وأننا نذكر جيدا أن سيد ترامب تحدث كثيرا عن النفوذ الإيراني وهو يتحدث الآن عن قضية الملف النووي وأعتقد أن مواجهة إيران لثلاث أسباب رئيسية هو الملف النووي القوى الصاروخية والنفوذ عبر الميليشيات في هذه المنطقة وبالتالي هذه المباشرة هي بداية اتجاه سياسي أمريكي من محاول الثلاث طيب أستاذ جاسم يعني هذا التنظيم بدأ يشكل أيضا تشكيل قتالي داخلي يلقي بثقلها على الداخل العراقي الصحف الأمريكية تطرقت إلى ما تعرضت لها المنطقة الخضراء إلى الهجمات داخل العراق إلى الانتهاكات في الموصل إلى ما حصل في عدد أيضا من المناطق آخرها أيضا ما حصل في كاركوك ليس من الممكن أن نتهم بدون إعلان من قبل هذه الفصائل على أنها تبنت عملية كانت تتبنى دائما العمليات ضد جانب الأمريكي عندما كان يحتل العراق وآخر عمليات قاموا بها في شهر ديسمبر من عام 2011 ولم يتبنوا أي قضية سوما حصل في العراق في حزيران من عام 2014 موضوع داعش تبنت أغلب القضايا في تحرير الأراضي والقضاء على هذا التنظيم لكن اليوم أنا أريد أن أشير إلى قضية أن أغلب الفصائل في العراق وكذلك الحج الشعبي وأنه فنت ما بين الفصائل والحج الشعبي يعني هي نظمت بقانون عراقي وهيئة اليوم وهي تعتبر بأمرة القائد العام ولم تخرج عن إيقاع التي رسمت الحكوم والخطط الموضوع من قبل القيادات والآمرين وسياق العمليات العسكرية لم تتبنى أي قضية سوى المنطلق الذي من الممكن أن يكون عقائديا مع الجانب الإيراني الذي يتبنى موضوعة العداء إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعدم أعطاها أي فرصة في احتلال أي منطقة في العراق لكن على المستوى القضايا الوطنية كانت هي ملتزمة تماما بكل أوامر القائد العام قوات المسلحة ولم نشهد في العراق ولم تسجل أي من هذه الحالات بتبنيها أي قضية أخرى إن كانت على مستوى المواطني في تلك الأماكن أو على مستوى الجانب الأجنبي الذي وصل في العراق وهو يتكون من أكثر من 67 دولة هنا قواعد معلومة لديهم طائرات لديهم مستشارين غرف عمليات مشتركة لم نشهد أي حادثة من هذا القبيل في كل تلك المناطق وهذا يعطيهم تبرير إلى أن هذه الفصائل تنظوي تحت لواء الحكومة العراقية ولا يمكن لها أن تخرج عن سياقها في أي حال من الأحوال على أقل تقدير عسكريا وأمنيا لكن الجانب الآخر الذي لا تفهموا الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الفصائل تنتمي عقائديا إلى ولاية الفقية السيد علي خامنئي وهي غير مقيدة عابرة إلى الحدود عابرة إلى الجغرافية وهذا الأمر الذي لا يمكن لأمريكا أن تستوعبه عندما تتهمها في سوريا أو في اليمن أو في أماكن أخرى أو في العراق هذا ليس اتهام بالنسبة إلى كل الفصائل الموجودة في العراق لأنها تعتقد أن الولي الفقيه هو القائد الأساسي الروحي والعقائدي لهم وما يتمتلكونه من ترسانة عسكرية ومقاتلين هذا لدرء الخطر وعدم أعطاء فرصة إلى الجانب الأمريكي بالتواجب من منطقة على أساس خواعد عسكرية أو الاستحواذ على الجغرافية العراقية أو احتلال منطقة مرة أخرى نعم هذا السعي سعي الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات على ثلاث فصائل ضمن الحجد الشعبي كان أيضا سبقه مطلب أمريكي إدارة ترامب كانت طلبة مباشرة من العبادي بحل الحجد الشعبي وهو كان أشعل ردود قاسية جدا من داخل العراقي كان هناك استعراض عسكري قبل أيام داخل كاركوك لهذه الفصائل هذه المواجهة هي ربما بشكل تصاعدي وقد تذهب إلى مواجهة فعلية مع واشنطن يعني أنا أعتقد أن هناك تخوف شديد جدا ليس في واشنطن حتى في داخل العراق وقد يكون هذا التخوف حتى من أعلى القيادات العراقية السياسية بأن يكون هناك دور غير أمني للحجد الشعبي أو لهذه القوات وهذا الدور الغير أمني هو الدور السياسي وبالتالي يتعسكر المجتمع ويتحول إلى يدار عسكري وخاصة أن لهذه القوات نفوذ أيضا شعبي وقوة عسكرية ودعم إيراني قد يفوق أحيانا الدعم العراقي وبالتالي يتحول العراق إلى عبارة عن يعني جزء أو حديقة خلفية لإيران بشكل كامل وبالتالي هناك إشكالية سياسية قبل أن نتحدث عن الإشكالية الأمنية يعني الحجد الشعبي تأسس بفتوى من المرجعية وكانت هذه الفتوى لأساس محدد ومهم وهذا الأساس هو مواجهة الإرهاب الذي دخل العراق وأسقط مدن كبيرة وتحولت هذه المدن إلى مناطق مسيطر عليها من الإرهاب في هذه اللحظة الآن نحن لدينا رئيس وزراء آخر هو سيد العبادي وليس سيد المالكي ولدينا أيضا جيش أصبح يمتلك خبرة وأستطاع أن يحقق انتصارات ممتازة وثالثا هناك حاجة لإجراء انتخابات قادمة يعني في هذه المناطق التي حررت وبالتالي أصبح لا يوجد هناك حاجة منطقية الفتوى نفذت بحذافيرها لهذه القوات فلذلك السؤال الآن هو ماذا بعد داعش هل القضية فقط ما بعد داعش هناك ترتيبات حصلت بسبب هذا التنظيم ولكن عند انتهاء هذا التنظيم هذه الترتيبات أيضا يتم هناك احتياج لإنهاءها ما هو مصير الحجد الشعبي بعد أنجز المهمة واحد كيف سيتم إعادة النازحين وكيف سيتم إعطاء الأمان لهذه المجموعات للمشاركة بالانتخابات وخاصة أن هناك حزازيات يجب أن نكون واقعين طائفية ما بين هذه الجماهير وما بين هذه القوات لذلك هناك مشكلة سياسية مشكلة اجتماعية السيدين سليم الجبوري قبل يومين تحدث رئيس البرلمان العراقي في معهد السلام وأنا كنت أحد الحاضرين تحدث أن هناك صعوبة لإنتاج انتخابات في المناطق المحررة من داعش لأن جمهورها غير موجود ولأنها مسيطرة عليها من قبل قوات مسلحة يجب أن يتوضع حلول وبالتالي قضية الحجد الشعبي هي قضية تناط بقضية ما بعد داعش وما بعد انتهاء داعش هل هناك نحن حاجة إلى فتوى جديدة ثانيا الحجد الشعبي مكون من نموذجين أو مجموعتين مجموعات وطنية عراقية جاءت بدعوة تلبية للمرجع السيد السستاني لقتال إرهاب قادم ولكن هناك قوة انضمت مع الحجد الشعبي لديها يعني ايدلوجيا سياسية مختلفة ولديها منهج سياسي وهي أشبه بأحزاب ذات أجنحة مسلحة فما هو المصير ما هو كيفية التعامل ما بين هذين الطرفين هناك حاجات يعني يجب أن ننظر بعين منطقية لهاتين القوتين وكيفية التعامل معهم بعد انهيار داخل الإدارة الأمريكية السابقة كانت حذرت من هذا القانون قانون هيئة الشعبية اليوم الإدارة الجديدة تواجه هذه الفصائل ثلاثة فصائل ستدرج على لائحة الكونغرس ولائحة الأمريكية للمنظمات الإرهابية يعني ما اختلف بين العام الماضي واليوم هو فقط كيف سينعكس ذلك على الساحة السياسية وكيف سيضرب العملية السياسية ما قبل الانتخابات أنا أعتقد أن الانتخابات أشبه بالمستحيلة في المناطق المحررة من داعش لأن الملايين غير موجودين في هذه المناطق ولأن هذه المناطق مسيطرة عليها من قوات مسلحة سواء كانت حشد شعبي أو غير حشد شعبي وبالتالي أنا أعتقد أن الانتخابات قد تجري في موعدها المقرر ولكن ليس من السهل أن تجرى في هذه المناطق التي تمتلك بحدود ثمانين مقعد في البرلمان هذه المحافظات وأعتقد أنه من الضروري أن يكون هنا يجب أن تجرى انتخابات في موعدها يجب أن يكون هناك تأجيل جزئي تتدخل فيه الأمم المتحدة لوضع حلول إنسانية لعادة الناس ولتوفير الاحتياجات الأولية ولتوفير مراكز اختراع مناسبة ولأيضا تقوم الحكومة بالتعاون مع الولايات المملكية المتحدة بسعي لسحب قوات الحجد الشعبي وإيجاد إيجاد منفذ يعني يعطى لهؤلاء الناس الذين قاتلوا ويعني كافحوا الداعش بأن يسيروا باتجاه هل القوى الايدلوجية ضمن الحجد الشعبي تريد أن تشارك في العملية السياسية هذا حقهم ولكن يجب أن ينزعوا السلاح ويتحولوا إلى أحزاب سياسية فيشاركوا وهناك إن كان لديهم جمهور فليشاركوا القوى الأخرى هل يريدوا أن يتحولوا إلى قوات حدود أو تستفاد منهم الدولة في وظائف أخرى أو تعطيهم مكافآت وتعيدهم هذه أزمة ليست فقط أمنية أمنية سياسية هي بطالة مقنعة البنك الدولي سيعترض هناك هذا حجم مهول من البشر يحتاج إلى أموال ميزانية العراق الآن يعني في وضع صعوب وبالتالي يعني هذا هناك هذه تمثل عبئ على كاهل الحكومة أولا قبل أن تمثل قضية سياسية أو قضية طائفية أو قضية وتمثل مشكلة اقتصادية أيضا ومشكلة اجتماعية وبالتالي هناك ضرورة لأن نفكر بتعقل وبمنطق كيفية معالجة هذه القوات وإن كان هناك قانون ولكن هذا القانون ليس دستور أو شيء لا يمس لأن هذا القانون قد يشرعن أو يدخلنا في مآزق اجتماعية سياسية اقتصادية كبرى وبالتالي نحن بحاجة إلى قانون آخر بحاجة إلى إيجاد سبل ومنافذ لمعالجة ما هو مصير هذه القوات أحزاب سياسية بعضها يتحول يذهبون إلى وظائف أخرى يجب إيجاد خطة خطة عمل قبل الانتخابات ويجب أيضا خطة عمل للمناطق المحررة بانسحاب هذه القوات واستبدالها بقوات الجيش الذين يمتلكون ثقة أكثر لدى الإنسان حتى نمنح الإنسان المحرر من داعش الثقة بالنفس وبالحكومة لأن يشارك ويعطي صوتها وننتج حكومة جيدة تستطيع أن تلبي حاجة أستاذ جاسم مقابل هذا القانون وأيضا اتجاه واشط لإدراج الفصائل الثلاث على لائحة المنظمات الإرهابية كان هناك استعراض عسكري لفصائل الحجد الشعبي في كاركوك وكانت هناك أيضا تحذيرات كردية من مواجهة بعدما حصل قبل نحو ثلاثة أسابيع عند الحدود العراقية التركية من مواجهات واستهدافة البشمركة سيدي يجب أن نفند هناك لغة بسيط موضوعات الحجد الشعبي يختلف تماما عن فصائل المقاومة في العراق الحجد الشعبي صدر به قرار في عام 2014 قرار رقم 9 من قبل قادر عن قوات المسلحة وبعد ذلك الشرع بقانون رقم 91 الذي يعني أعطى الصفة المعنوية وكذلك الرسمية والعسكرية وأمرته بيد القائد العام قوات المسلحة وأعطاه الصفة المالية وكل المستحقات الأخرى هذا أمر يجب أن لا يخفل عنه أحد وفي حالة معالجة هذا الأمر يجب أن يكون بقانون ونذهب مرة أخرى للبرلمان والحصول على الأغلبية حتى الغاء قانون هيئة الحجد الشعبي لكن موضوع الاستعراض العسكري وموضوعات المواجهة قد أعلنت كل الفصائل في العراق وتحديدا كتائب حزب الله على أنها على استعداد عالي لمواجهة الجانب الأمريكي في حالة مكوثة وبقاء في العراق أو المطالبة من الحكومة العراقية بأخذ قواعد عسكرية هذه الأزمة هذا هو محور الموضوع ليستي على لاحة الارهاب تكلمت أنا أسلفت بعد حديثي في عام 2009 وضعوا كتائب حزب الله والسيد أبو مهد المهندس على لاحة الارهاب ماذا تغير؟ لا تستطيع الجانب الأمريكي عندما خرج من العراق يعني مني بهزائم وضربات وكانت هناك قضايا كثيرة اليوم اختلفت موازين القوى كيف؟ اليوم هذه الفصائل تمتلك الشارع لأنها حققت منجز كبير وقضت على داعش تمتلك إمكانية للتصنيع بدأت تصنع صواريخ في داخل العراق لديها إمكانية عسكرية تدريب خاضت معركة من أشرس المعارك على مدار أربع سنوات منذ آب من عام 2014 ولحد هذه اللحظة تقاتل تنظيم داعش الذي هو صنفه على أنه الأعتى والأجرم والأشمل والأوسع في العالم واندحر أمامها ضربت مشروع داعش على قضية مختلفة الجانب الأمريكي يفكر بطريقة قد تكون هي تعطي شرعية إلى الكثير في المنطقة إلى التمحور في ذلك المحور الذي تنتهجه إيران خشية من الجانب الأمريكي أضف إلى هذا الموضوع المشروع الأمريكي في العراق قد فشل كل ما يمر به العراق أنا باعتقادي هو بسبب يعني الأمريكان وكيفية وضعهم إلى كل اللمسات المتعلقة بالدولة وبنائها والحكومة وكل أشكالها وموضوع التسليح والقضايا التي تهمت بها بموضوع الداعش ووصول بعض الأسلحة الأمريكية إلى تنظيم داعش وكذلك التمويل والدعم الذي أخذت على عاطقة بهذا الموضوع القضية اختلفت تماما اليوم أنا باعتقادي المواجهة تكون صحبة جدا وشاملة أما أن تكون على الأرض العراقية هذا مستبعد لأن التجربة الأمريكية في العراق كانت مريرة وصعبة وقد خرجت منها بشكل قد لا يفوق التصورات ولا يفوق يعني أوسع من عملية الفهم لما جرى في العراق للجانب الأمريكي كبير جدا لكنها تمتلك كانت مؤسسة علامية واستطاعت أن تغضي النظر عليه أما الجانب الآخر بالموضوع وهو المحور والمنطلق بهذا والباعث هو المشكلة الإيرانية الأمريكية التي دائما ما تنعكس على المنطقة اقتصاديا وعسكريا وأمنيا والجانب الإيراني يعلم كيف يضرب الأمريكان لو فرضنا اليوم وضعوا النجباء والكتائب وبدر على لاحة الأغراب وخلنا فرض يوضعون كل الفصائل المقاومة في العراق أو في المنطقة إيران لديها استطاعة كبيرة تستطيع بشكل واسع وسريع وكبير على أن تنشئ مثل هذه القضايا لأنها تداعب الشعوب ومظلوميتهم وأيضا الجانب الأمريكي الذي يتغاضى عن هذا الأمر يتعامل الأمريكان مع الحكومات مع الزعامات مع مصادر الطاقة مع مصادر القوة لكن إيران تتعامل مع الشارع مع تحتل الأرض تستطيع أن تداعب مشاعر الناس البسطاء بفقرهم بمعاناتهم وهذه المعادلة الخطيرة يعني إيران بهذا الجانب هي أقوى من الجانب الأمريكي حتى وإن وضعوا كل هؤلاء على لاحة الأغراب ستكون المواجهة خاسرة أمام الجانب الإيراني لأنها تمتلك أذرع كبيرة جدا في المنطقة ليس فقط على مستوى العراق الذي امتلك كل القدرات والإمكانات وكشف ما جرى في العراق منذ عام 2014 ولا حتى هذه اللحظة لا بل المنطقة بأجمعها الخبير الاستراتيجي جاسم حنون كنت معنا من بغداد ومن العاصمة الأمريكية واشنطن الباحث السياسي هيثم الهيتي شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر